مرة أخرى نروح لزميلنا كريم أحمد ملعب مباراة ولقاء مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة مستمرين مع كل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الآلي بداية أكثر من رائعة الحقيقة لعبة النادي الآلي المجود كبير الرغبة موجودة الدوافع موجودة كل الأمور دي الحقيقة نتكلم فيها طبعا مع كابتننا الكبير كابتن خالد بيبو مدير الكرة فيها للنادي الآلي مبروك كابتن خالد البداية مهمة جدا للي تدرسالة للجميع الحقيقة النادي الآلي عنده هدف الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام إن شاء الله بإذن الله لقب 44 يكون في دولة بطولة النادي الآلي مباراة صعبة لكن أهداف مميزة جدا نادي الآلي حضر بشكل كبير جدا للمباراة كابتن خالد بيبو مقيمته الفنية حابب يقولي النهاردة على هذه المباراة المميزة جدا لفريق النادي الآلي والله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مبروك لجمهور النادي الآلي وكل عبنة الآلي تعهدت إنها لازم النهاردة تكسب تسعي الجمهور النادي الآلي والحمد لله قدرنا نكسب مكسب كويس أربع عداف طبعا حاجة كويسة فرقة المصر فرقة كويسة واستعدت بشكل كويس وعندها لعبة جابت لعبة كتير أول سنة دي بس إحنا الحمد لله كنا مركزين وبشكل كويس وقدرنا إن إحنا نكسب الجميع الحمد لله المكاسب تكون مهمة جدا يعني كريم فؤاد النهاردة حاجة ربنا كرم الحمد لله عودة من بعيد جدا 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 مودست النهاردة أول مباراة إمام عشور بيزيد في كل مباراة ريدا النهاردة متعلق يعني ده بينعكس إزاي عليكم عجاز الفنية كتير بص طبعا أنا كريم بالنسبالي النهاردة حاجة كويسة بعد فترة طويلة اللعب لما يبقى إصابة كبيرة ويرجع بالشكل ده ده برضو يعني بشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي على المجهود الكبير اللي عملوا معاه عشان يجهز وإن هو يبقى أول مباراة بالنسبالي ويظهر بالشكل ده ده مجهود كبيرة عمل فأنا مبسوط له جدا وسعيد جدا بيه النهاردة أنه هو قدر أنه هو يلعب يلتحم وبشترك وأنه هو كمان ربنا يكرمه بعد فترة طويلة كده يجيب هدف ده حاجة كويسة إمام بياخد خطوة خطوة وإن شاء الله إمام لعب كبير وعنده إمكانات كتيرة كل لعب النهاردة كانوا كويسين والحمد لله ونتمنى بقى على طول الدنيا تبقى ماشى في شكل كويس أشتغل عليك للنفس انت راجعين للخيرة لكن موسم صعب البداية بينك عندنا تلاحم كبير جدا في المباريات مشاركين في عدد كبير جدا من البطولات محتاجة كل الجدية وكل الحماس وكل الرغبة ودور أكيد كبير لكافتن خالد بيه ولنوضت اللبس مهمة جدا كافتن خالد انت عارف بقامتك الفنية الكبيرة أكيد موسم هيبقى صعب جدا داخلين بطولات كتيرة للسنة دي وكلها في تقويتات قريبة من بعض بتخرج ببطولة تخش على بطولة على بطولة تانية يعني الموضوع طبعا مش سهل بس هو ده يعني هو ده اللي عارفينه عن نادي الأهلي انه لازم يعني كل بطولات اللي بيخش فيها بيحاول طبعا يكسب بيعمل كل مجهود واللعب على طول بتقدر ان هي تفصل بين كل بطولة والحمد لله يعني قدرنا وهنحاول ان احنا نكتهد في كل البطولات لان جمهوري الأهلي استحق جمهوري الأهلي هو رقم واحد عندنا وكلنا سواء لما لعبنا كورة والشغال نادريين ولعبت النادي الأهلي كل واحد مسؤول في النادي الأهلي هو نمر واحد عنده جمهوري الأهلي ودايما جمهوري الأهلي هو اللي بديك الدعم مش اي حد تاني جمهور النادي الاهلي هو اللي بيفضارك هو اللي بيأمنك وهو اللي يعني بيبقى طول الوقت هو خط الدفاع الاول عنك وانا تعودت على طول عمري اللي بيدافع عني هو جمهور النادي الاهلي مش اي حد تاني جمهور النادي الاهلي هو في الفترات اللي انا كنت بحتاجه فيها والفريق بيحتاجه فيها كان جمهور النادي الاهلي نمر واحد فانا بتعود عليه ومستنى منه انه يبقى دايما نمر واحد انه هو نمر واحد بس شكرا شكرا جزيلا كل شكر وتأديل للكابتن خالف بيبو وكل نجوم النادي الأهلي بمشيئة اللان شاء الله نادي الأهلي بالأداء المميزة بالجدية والرغبة الكبيرة جدا لفريق نادي الأهلي شاء الله البطولة رقم 44 تكون من نصيب النادي الأهلي